ترجمة نانسي قنقر تنظم الأكاديمية الملكية للشرطة بوزارة الداخلية وبالتعاون مع صندوق العمل تمكين المعسكر الصيفي السنوي في نسخته الخامسة والذي يعد آلية من آليات تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيام المواطنة بحريننا بهدف تنمية القدرات الذهنية والبدنية واستقلال طاقات الشباب نحو ما يحقق لهم الخير والمنفعة لذاتهم ولمجتمعهم والذي أصبح يشكل أحد علامات الاهتمام الوطني بقطاع الشباب الواعد لتنمية القدرات الذهنية والبدنية والنفسية للشباب وعلمونا نتكلم في المسرح والثقة عن النفس وإننا إذا رحنا مسرح ينشيون نوقف وكلامنا أننا نكون وثقين من نفسنا وسألونا بعض أسئلة عامة كذلك المعسكر الصيفي استفدت منها أشياء وويد يعني لو أذكرها ما بخلص وويد وويد وأنا أكيد إن شاء الله بدنا إذا الله حالنا بشارك السنة اليوم كل سنة بعد وتجسيدا لمنهجية الشراكة المجتمعية والحرص على سقل مهارات الناشئة وتأهيلهم للتعامل مع التحديات بفاعلية جاء هذا المعسكر بالعديد من البرامج والأنشطة لتنمية مواهب الشباب ويمثل هذا المعسكر الصيفي 2024 محطة مهمة لإعداد شباب المستقبل واستغلال أوقات فرق الأبناء بما يعود عليهم بالنفع والفائدة حسنا كان المعسكر ويد حلو كان في ويد الشنطة متنوعة وكل يوم كان في شيء جديد يعني واستفدت ويد الشياء حتى من حيث أن نكون يكون صدقات يديدة ونكون اجتماعين مع بعض ويد وكيد بعد بشارك السنة اليوم البرامج كانت متنوعة وعجبني أن كان في يوم ترفيه نايت الأسبوع الأول وأكيد بشارك السنة اليوم استفدت من حيث أنها تكون صداقات وعزز روح التعاون بيننا وإن شاء الله ستشارك السنة اليوم هاي أول مرة أدخل المعسكر وحبيت أني أجرب أتفاعلي الطلاب وألعب معهم ألعب مختلفة وأتفاعل وأتعلم من الأخطاء اللي أسويها ويأتي هذا المعسكر الصيفي كأحدى الآليات التنفيذية للاستثمار الأمثل لطاقات الشباب وتكوين جيل ذو شخصية بناء في المجتمع لدعم روح الولاء والانتماء الوطني